السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من قناة Infinity Learning Academy معكم محمود حني النهاردة هنتكلم على موضوع يهم جميع اولياء الامور اللي عندهم اطفال صغار وعايزين يعلموهم الجمع بشكل صحيح كل الناس تقريبا اغلبهم بيقابلهم مشكلة في تعليم اطفالهم الجمع والطرف و ان شاء الله في الفيديو ده هنوضح لكم ازاي تعلموا اطفالكم الصغارين او اطفالكم الصغار ازاي نعلمهم يجمعو بشكل صحيح وبطرق مختلفة بحيث يستفيدوا اكثر ويكون الموضوع في فهم وليس مجرد عملية الجمع وبس ان شاء الله هنأرض لكم طرق مختلفة يا رب تعجبكم تابعوا معنا في البداية طبعا في مهارات زي ما اتفقنا لازم تعلمها لولادك المهارات دي هي اللي بتخليهم يقدروا يجمعو بشكل صحيح وبشكل سريع اما طرق الجمع التقليدية اللي الناس بتتعلمها في البدايات يعني مثلا تخلي ابنك يعد على اصابع يده هي دي المشكلة يقدر يقول له اجمع على ايدك او عد على ايدك طبعا الطريقة التقليدية وبدائية وبتخلي الطالب دايما يكون متأخر في عملية الجمع انما لو انت علمت ابنك ازاي يجمع بس بشكل ذهني اكثر هيكون ان شاء الله طريقة الجمع عنده سريعة وبعدين في الارقام الكبيرة هيتحسن مستوى ويقدر يجمع بكل سهولة حتى بدون ورقة او الام فطبعا عايزين نتفادى الاخطاء اللي بيقع فيها اغلب اولياء الامور في تعليم اولادهم الجمع وان شاء الله في فيديو تاني هنتعلمهم ازاي نطرح باشكال مختلفة اول مهارة لازم العيل يكتسبها او اول مهارة اول مهارة لازم الطفل يكتسبها هي مهارة ازواج لعدد عشر مهارة ايه ازواج العدد عشرة يعني ايه مهارة ازواج العدد عشرة كلمة زوج يعني عددين مجموعهم يكون عشرة المهارة دي لازم الطفل يكون فاهمها بشكل جيد جدا تمام يعني مثلا لما اقول له اتنين زائد كم يديني عشرة لازم الولد يكون عارف اتنين زائد ثمانية يساوي عشرة طيب تلاتة زائد كم يساوي عشرة تلاتة زائد سبعة اربعة زائد كم يساوي عشرة اربعة زائد ستة خمسة زائد كم يساوي عشرة خمسة زائد خمسة واحد زائد كم يساوي عشرة واحد زائد تسعة يساوي عشرة لازم الطالب يكونوا عنده مهارة تكوين ازواج العدد عشرة باشكال مختلفة حاول تدربوا عليها حسيا في الاول يعني مثلا جيب له عشر اشياء تمام وبعدين اقول له انا معي اتنين منهم يبقى انت معاك كام او انا اخد اتنين منهم انت هتبقى معاك كام او انا اخد تلاتة منهم انت يبقى معاك كام خليه المهارة دي يكتسبها هو بنفسه مش انت اللي تكسبها له مش تقول له اتنين زائد ثمانية بتسابع عشرة التلاتة زائد سبعة بتسابع عشرة طريقة الحفظة التقليدية لا حاول تخليه يكتسب المهارة حسيا بعدين هو بنفسه هيقول لك ان اتنين زائد ثمانية بتسابع عشرة او ثلاثة زائد سبعة بتسابع عشرة حاول تجيب له العاب يعني مفيش مقنع ان انت تجيب له بعض الحيوانات الصغيرة ويكون عددهم عشرة وتبدأ تلعب معا حاول تجيب له مكعبات حاول تجيب له اي ذهنه يفهمه بسهولة ويتجاوب معاك وهو اللي يكتشف المعلومة بنفسه ويعطيك الاجابات اذا اتقن الجمع الازواج لعدد عشرة اتقنها اتقن تام هيكون من السهل بعد كده انه يجمع اي عددين بسهولة يعني مسلا انا عندي في بعض الناس طبعا بيتكلموا عن العدد اللي اكبر من العشرة في الجمع يعني مسلا سبعة زائد ثمانية ازاي اجمع سبعة زائد الثمانية بسرعة طبعا اه كتير من الناس بيقولوا للطالب او بيقولوا للطفل حط الثمانية في عقلك بعدين زيد عليهم سبعة ابدأ عدد بعد الثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر لحد ما توصل للاجابة يعد سبع اه اعداد فوق الثمانية طيب اه طبعا طريقة ما فيهاش اي مشكلة بس هي طريقة بداية شوية وطويلة وما بتربيش الافكار الذهنية عند الطالب او ما بتنميش عنده التفكير العقلي او التفكير الذهني لانه بيرتبط حسيا بالعد على يده طيب ازاي اخلي يجمع بسرعة وبسهولة بكل بساطة انت تقول له عندنا عددين السبعة والثمانية اختار الاصغر او الاكبر مش هتفرق معنا كتير بس يفضل ان انت تختار الاكبر عشان يكون اسهل بالنسبة لك وتقول له الثمانية من ازواج العدد عشرة طيب العدد الاخر اللي يعتبر زوج لها هو مين او قل بكل بساطة الثمانية لو ضفت لها كم تكون عشرة طبعا هيقول لك بكل بساطة اتنين طيب الاتنين دي هتاخدها منين الثمانية الاتنين دي طبعا هتاخدها من السبعة معندهاش الا السبعة تاخدها منها فالسبعة دي لو خدنا منها الاتنين هتكون كام هتكون خمسة فاصبح الاتنين والتمانية يديني العدد عشرة لان احنا عارفين ان هم ازواج العدد عشرة ودي خمسة يبقى الاجابة بسرعة خمستاشر ويقدر يطبقها خليه يطبقها نفسه. يعني مثلا ندي له رقمين تانية. ستة زائد مثلا ثمانية. نفس الشيء. طب واحد يقول لي يا استاذة انا عايز اخد ازواج العدد اه عشرة بس من عندي الستة هنا اقول له عادي ما فيش مشكلة. الستة الستة من الزوج بتاعها اللي بيكملها للعشرة. اكيد الاربعة. تمام? هو طبعا هيكون فهمة بسهولة. طب الاربعة ده انا اخدها من ميل. انا اخدها من الثماني. يبقى الثمانية اخدنا منها الاربعة. تبقى اربعة. طيب هنا يدوني كم دول? يدوني عشرة. يبقى عشرة زائد اربعة طبعا اربعتاشر. يبدأ اول ممكن يعمل العمليات دي عقليا بعد كده يقدر يعملها عقليا. بس الاول يتمرن عليها ويتقنها ويتقن المهارة. وتدي له مجموعة من الاركام وما تساعدوش. خليه حاول. وخليه شوف. تمام? وما تجبروش على شيء معين. خليه فكر بنفسه. مثلا لو انا قلت التسعة. لو انا قلت مثلا ايه? خلينا نقول رقم. مثلا لو انا قلت التسعة زائد اربعة. طيب لو رحنا للعدد الاجبر اللي هو التسعة. اه التسعة دي محتاجة كم عشان تكون عشرة? محتاجة واحد. طب الواحد ده هياخده منين? هياخده من الاربعة. يعني هيتبقى معها تلاتة. يبقى ازا دولة هيتدوني عشرة. وتلاتة هي عني تلتاشر. فبالتالي المهارة دي لو اكتسبها هيقدر يجمع الارقام دي بكل سهولة وبكل بساطة. يبقى مهارة ازواج العدد عشرة مهارة مهمة جدا للطلاب. وخليه هو اللي يكتشف هذه المهارة مش انت اللي تدها له. خليك دايما موجه وليس محفظ ولا ملقن للمعلومة. تمام? خلي ابنك هو اللي يكتشف المعلومة مش انت اللي تدها له. بعدين دربوا عليها وخليه اتقنها بامثلة متنوعة. واربطوا دايما بالحاجات الحسية والحياة. يعني مسلا قول له معك سبع ريال. وعايزين نجمع عليهم ثمانية ريال. هتكون اوقع بالنسبة له انه ياخد الاتنين ريال اللي فوق الخمسة اللي هم بتاعه السبع ريال يحطهم على الثمانية يوصل العشرة ريال. يبقى كده المجموعة كام? عنده خمسة وعنده عشرة ريال. يعني المجموعة خمستاشر ريال. يبدأ يربط الحاجات دي في الحياة. عشان يقدر يفهمها بشكل كويس. اذا اتقنها وهو صغير بشكل كويس هتلاقيه بكل سهولة لما يكبر شوية في المراحل المتقدمة هيجمع ويطرح باسهل ما يكون. تمام? برضو من المهارات اللي لازم الطالب يكتسبها. مهارة اخرى اللي هي مهارة الضعف والنصف. الضعف والنصف. خلي ابنك يكون عنده وعي وفهم بمعنى الكلمتين دول. الضعف والنصف. ما معنى الضعف وما معنى النصف. فمثلا لو انا قلت له تلاتة دي. ضعفها كم? ضعفها كم? طيب خليه فكر بمنطقية. ما معنى كلمة الضعف? الضعف معناها ان العدد ده بجمعه مرتين. يبقى تلاتة زي تلاتة كام? ستة. ودلو العملية العكسية على طول مباشرة عشان يفهم الموضوع. طيب اقول له الستة نصفها كم? نفس الفكرة. الستة دي كانت في الاصل كم? كانت في الاصل تلاتة زي التلاتة. عددين متماثلين. مجموعهم يعطيني ستة. يعني ثلاثة زي ثلاثة. يبقى النصف ناخد ثلاثة واحدة منهم. يبقى نصفها ثلاثة. وتبدأ تربطه بان الضعف عملية عكسية للنصف. وبعد كده ادي له ارقام خليه درب نفسه. يعني مثلا نقول له الاربعة ضعفها كم? اه الاربعة يبدأ يربط نفسه بالموضوع. اربعة زائد اربعة يساوي كم? ثمانية. طيب. نبدأ نقول له. طب التمانية نصفها كم? المفروض يرجع هنا على طول يعرف ان النصفها اربعة. لان التمانية كان اصلها اربعة زائد اربعة. تمام? عرفوا الضعف خليه اتقنوا بشكل كويس جدا. عرفوا النصف. خليه يعرف يجيب النصف بشكل واضح جدا. تمام? ويدي له برضو نفس الشيء اشياء حسية. خليه يرتبط بهذه الاشياء بشكل حسي. جيب له العاب جيب له اشياء. العب بيها بحيس انه يقدر يعرف الضعف يقدر يعرف النصف بكل سهولة. وما تنساش ما تدربوش على مهارة الضعف والنصف بالتحفيز. ان انت تعد تحفظ فيه. يا ابني الثلاثة ضعفها ستة. الاربعة ضعفها ثمانية. الخمسة ضعفها عشرة. لا. خليه اكتسب المعلومة بنفسه. خليه المعلومة تكون واضحة في ذهنه بنفسه. تمام? ما تعدش ايه? تفهم فيه. تحفظ فيه اقصد المعلومة. لا خليه هو اللي يكتشفها بنفسه. طيب بعد ما اكتشفها ابدأ ادربوه على النصف والضعف بس بالنسبة للاعداد الفردية. لان العداد الفردية شوية بتكون مشكلة. تمام? يعني مثلا انا لو قلت له نصف العدد مثلا ثمانية او عشرة. هو هيقدر يجيب نصف العدد الزوجي بسهولة ان شاء الله. لانه هو هيقول العشرة دي كانت في الاصل كام? كانت في الاصل خمسة زايد خمسة. يبقى النصف كام? يبقى نصف العدد عشرة هو خمسة. تمام? طب لو قلت له نصف العدد تسعة. دربوا وفهموا ان العدد التسعة ده ناتج من عددين. عدد زوجي اللي هو الثمانية زائد الواحد. الواحد ده هو اللي بيجعل التسعة عدد فردي. لان العدد الفردي معناه كل اتنين مع بعض. يعني يقبل القسم على اثنين. وفي الاخر يتبقى واحد. اما العدد الزوجي ان هو بيقبل القسم على اثنين ويتبقى سفر. يعني يقبل القسم على اثنين بشكل تام. كل اثنين بيمشوا مع بعض. تمام? فانت اعرف ان اي عدد فردي هو كان في الاصل مسلا عدد زوجي وضفناه لواحد. يعني مسلا التسعة كانت في الاصل الثمانية وضفناه لها واحد. هو يقدر يجيب الثمانية بكل سهولة. اللي هي الاربعة زائد الاربعة. يعني نقدر نقول ان العدد الثمانية نصفه اربعة. طيب والواحد? الواحد نصفه كام? نصفه نص. النص ممكن اكتبه نص كده. او ممكن اكتبه لو طالب درس العلامات العشرية اكتبه اربعة فاصل خمسة. يبقى لازم معرفه ازاي يجيب نصف العدد الفردي. ويتقنوا. ودربوا عليها بمسائل كتيرة. عشان يقدر يفهم الموضوع. ويربطوا بقى زي ما اتفقنا بالحاجات الحياتية. يعني مثلا احنا عندنا تلات بيتزاد. تمام? عايز اوزعهم على احمد ومحمد. يبقى كل واحد هياخد ايه? هياخد النصف. طيب نصف التلات بيتزاد ايه? ده لأ اصلا عدد ايه? فردي. طيب في الاصل كانوا عدد زوجي اللي هما الاتنين ويتبقى بيتزا واحدة اللي هو العدد الفردي. طب بالنسبة لعدد الزوجي اللي هو الاتنين. نصه كام? واحد زائد واحد. طيب يبقى احمد هياخد بيتزا واحد. ونفس الشيء محمد هياخد بيتزا كمان واحد. يبقى احنا كده وزعنا عليهم البيتزيتين دول. طب هيتبقى بيتزا واحدة. هندهل مين فيهم? هندهل احمد ولا هندهل محمد? لا عشان ما حدش يزعل يا ولاد. هنعمل لهم ايه? هنعمل لهم تنصيف. يبقى ده هياخد نص البيتزا. وده هياخد نص البيتزا. يبقى انا دلوقتي عرفتهم ان احمد هياخد بيتزا ونص واحد ونص. وبرضه محمد هياخد نفس الشيء واحد ونص. يبقى دربه على مهارة انه يجيب نصف العدد الفردي بشكل كويس. تمام? ودي مهارة مهمة جدا جدا جدا. لازم يكتسبها على اساس برضو يقدر يجمع ويطرح بشكل اه سريع وبشكل ايه? ذهني افضل. تمام? طيب المهارة لبعد كده. في طبعا طرق للجمع يعني كتيرة جدا. طرق مسلا الجمع باستخدام التجزئة او باستخدام خط الاعداد. تمام? فتعالوا مسلا تعرف على التجزئة. التجزئة مسلا انا هقول له. مسلا هقول له اجمع لي اربعة وعشرين زائد ستة وتلاتين. طبعا كنا بنعلمهم ان حط العددين تحت بعض اللي هي الطريقة الرأسية. يعني مسلا اقول له اربعة وعشرين زائد ستة وتلاتين وبعدين اجمع. اربعة زائد ستة كامية ولاد عشرة? صفره معانا ايه? معانا الواحد. واحد واتنين? تلاتة. تلاتة وتلاتة ستة. يبقى لجابة ستين. جميلة الطريقة طبعا ما فيش اي مشكلة فيها. بس ما بيتنميش عنده الحسابات العقلية ولا الذهنية. طبعا عايزة اخليه يرتبط بالحسابات العقلية والذهنية بشكل اسرع. هبدأ اقول له جزء العدد. انت عندك العدد ده مكون من احد وعشرات. وهنا نفس الشيء مكون من احد وعشرات. ايه المانع ان انا اجمع الاحد مع الاحد? اربعة زائد ستة. ويه المانع ان انا اجمع العشرات مع العشرات. هنا الاتنين في خانة العشرات. يعني عشرين. زائد الثلاثة في خانة العشرات يعني ثلاثين. وبعدين نبدأ اجمع بكل سهولة. طبعا اربعة زائد ستة معروفة من ازواج العدد عشرة. هو عارف على طول. طب عشرين وتلاتين كام? خمسين. طب عشرة زائد خمسين او خمسين زائد عشرة. هيبقى الاجابة ستين. هو ممكن يعمل العملية دي في عقله. مش لازم يكتبها ابدا. يعني ممكن يعمل عملية في عقل يقول عشرين زائد ثلاثين كام خمسين? اه. طب اربعة وستة عشرة. طب نقول خمسين وعشرة كام? ستين. يبقى اصبح عنده آآ انه يحسب عقليا اسرع. انه يطلع الناتج عقليا اسرع. تمام? ممكن تستضموه في حاجات كتير. حتى في الاعداد اللي هي مسلا لما يكون عدد مكون آآ او مسلا بجمع ثلاث ارقام مسلا. او ثلاث اعداد مسلا. خلينا نشوف سؤال تاني. لو انا قلت له مسلا اجمع اربعة وخمسين زائد ستة وتلاتين زائد اتنين وعشرين. طيب ابدأ اقول له انت عاستك مع تلات اعداد. برضو نفس الشيء ممكن نستخدم اسلوب التجزئة. اللي هو اخذ الاحد مع الاحد مع الاحد. يعني اربعة زائد ستة زائد اتنين. بعدين العشرات. العشرات عندي اول حاجة خمسين. بعدين ثلاثين. بعدين عشرين. هنا طبعا عارف هو ان الاربعة وستة ازواج العدد عشرة. ودي اتنين يعني الاجابة اتناشر. وين عندي خمسين زائد ثلاثين ثمانين زائد عشرين مية. يبقى الاجابة هنا مية. ومية زائد اتناشر يعني مية واثناشر. يبقى جمع بسرعة. تمام? في بعض الناس بتقول له استخدم طريقة الدمج. ورضو طريقة كويسة. ان انا ادمج عددين. ويفضل ان عددين ان انا ادمجهم يكون الاحد بتاعهم من ازواج العدد عشرة ان وجد يعني عشان تسهل على الجنب. فمسلا انا شفت الاحاد هنا اربعة. وشفت الاحاد هنا ستة. يبقى ممكن اجمعهم مع بعض. ازاي? برضو بنفس الاسلوب. اربعة وخمسين زائد ستة وتلاتين. هيبدأ بكل بساطة. الاحد هيدوني عشرة. والعشرات خمسة زائد ثلاثة ثمانية يعني ثمانين. يبقى النادج كله تسعين. كده انا جبت الجزء الاول هذا. بعدين يجمع عليهم الاتنين وعشرين. اتنين وعشرين. زائد تسعين. بكل بساطة برضو الاحد هيكون اتنين. لان طبعا اتنين زائد سفر. اما العشرات تسعين زائد عشرين يعني مية وعشرة. تمام? خلينا اكتبع هنا. نفس الشيء هنا. زهنيا على طول. زهنيا على طول هنا. زهنيا هنا الاتنين. زائد الصفر. اليد الاحد. زائد عشرين. وهنا تسعين. هتلاقي طبعا هنا اتنين زي ما هي. وهنا عشرين زي تسعين يعني مية وعشرة. يعني برضو الاجابة مية واثناشة. يعني ايا كان الطريقة. عودوا على انه يغير من اسلوبه او طريقته. يعني في حل السؤال بحيث انه يفهم ويستوعب المعلومة بكل سهولة. ودي طريقة تسمى طريقة التجزاء. تمام? برضو فيه طريقة اخرى اللي هي طريقة خط الاعداد. استخدام خط الاعداد في الجن. خط الاعداد. وخط الاعداد بيكون حاجتين يعني اما تصاعديا او تنازليا. تمام? تصاعديا لما يكون بجمع. تنازليا. لما يكون بطرع. خلينا نشوف تصاعديا ازاي. مثلا انا عندي اعايز اجمع خمسة وتلاتين زائد اربعة. واي اربعة وتلاتين او اربعة واربعين اي رقم. تمام? بختار رقم بيكون هو نقطة البداية. ارسم خط الاول. ادي خط الاعداد. وبختار رقم. مين اللي اختاره? خمسة وتلاتين والاربعة وتلاتين? اي شيء ما تفرق معنا. مسلا نختار الخمسة وتلاتين. ادي الخمسة وتلاتين هي. كبداية. بعدين ابدأ ابص هنا على العشرات. العشرات كم هنا? تلات عشرات. ده معناه ان انا هاقفز تلات عشرات. ولما اقفز بالعشرات انا ازود عشر اول مرة. بعدين ازود عشرة تاني مرة. بعدين ازود ثالث مرة عشرة. يعني انا كده اقفز تلات عشرات. مين اللي هيزيد في الحالة دي? اللي هيزيد معي العشرات. يعني مثلا دي خمسة وتلاتين. لما ازود عشرة تكون خمسة واربعين. الاحد كما هو. لما ازود عشرة تكون خمسة وخمسين. لما ازود عشرة تكون خمسة وستين. كده انا خلصت العشرات. بعدين ازود الاحد. الاحد كم احد? اربع احد. يعني ازود اربع واحدات. ازود واحد. بعدين واحد كمان يكون اتنين. بعدين واحد كمان يكون تلاتة. بعدين واحد كمان يكون اربعة. المرة ده مين اللي هيزيد? الاحد هو اللي هيزيد. يعني الخمسة وستين. الخمسة هنا هي اللي هتزيد. هتكون ستة وستين. بعدين سبعة وستين. بعدين ثمانية وستين. بعدين تسعة وستين. يبقى وصلنا للاجابة تسعة وستين. يبقى خط الاعداد. طريقة سهلة جدا ممكن برضو بالعكس ان انا ابدأ بالاربعة وتلاتين وزيد نفس الشيء ثلاث عشرات بعدين خمس واحدات. وبتكون الاجابة ما فيش اي مشكلة فيها واجابة صحيحة جدا. تمام? بعدين انت خلي ابنك يكون مبدع يعني اطلب منه ان يجمع بطريقة مختلفة غير اللي انت عتطهم له. خليه فكر بشكل مختلف يعني بشكل منطقي او بشكل مختلف. ممكن يجيب لك طريقة انت ما تعرفهاش او ممكن يجيب لك طريقة انت ما تطهروش اصلا. يعني مسلا في طالب اه ودي حصلت انا شفتها بنفسي طالب بيفكر بالشكل ده. هنا مسلا خمسة وتلاتين زائد اربعة وتلاتين. حبي بيجمع المسألة دي. جمعها ازاي هو? قال الخمسة وتلاتين دي انا هحط لها خمسة عشان توصل للاربعين. هو قال كده. يبقى اربعين زائد اربعة وتلاتين تدينا اربعة وسبعين. بعد ما ضفت الخمسة دي هحزفها تاني من الناتج. يعني الاربع وسبعين دي هيحزف منها الخمسة. هيحزف منها اولا الاربعة. اصبح الاجابة سبعين. بعد ان يحزف منها الواحد. اصبحت الاجابة تسعة وستين. طيب اقول له غلط? لا. اقول له انت طالب مبدع. طالب بيفكر بعقله بشكل مختلف. حتى ولو كانت الطريقة طويلة. ادي له المجال انه يبدع. بشكله وبطريقته الخاصة. بعد كده هتلاقيه بيحل كل المسائل بشكل اسرع. لان هو اتقن المهارة. مش مجرد حفزته ازاي يجمع. تمام? يعني علموا اولادكم ان هما يتقنوا المهارة مش ان هما يحفزوا. ارجو ان يكون الفيديو نال اعجابكم. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك والشير. وان شاء الله هنقدم لكم طرق جديدة للطرح والضرب. والعمليات اللي بتحتاج مهارات من الطالب. على اساس بعد كده يقدر يحل بنفسه بدون اي تدخل من اي احد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.